اشتركوا في القناة وتسهيل ايصال المساعدات الانسانية الى سكان قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والدواء واصال خدمات الماء والكهرباء والطاقة واكد الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التصعيد والتهدئة والعمل مع المجتمع الدولي لوضع حد للحرب الدائرة في القطاع ودعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية والدفع بعملية السلام العادل والمستدام في منطقة الشرق الاوسط وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية واشهد الجانبان بتبني الجمعية العامة للامم المتحدة امس لمشروع القرار العربي المقدم من المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة والداعي الى هدنة انسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي الى وقف الاعمال العدائية وحماية المدنيين والاعيان والمرافق المدنية وتوفير السلع والخدمات الاساسية وتيسير المساعدات الانسانية لسكان غزة بشكل فوري ترجمة نانسي قنقر